أركز في النقطة D بنفس الفتحة وأقطع الكوس الأول اللي هو الكبير اللي احنا رسمناه في الأول بنفس الفتحة أقف في النقطة D وأقطع الكوس دول طيب وبعدين أروح أركز برضو في النقطة E بنفس الفتحة وأعمل الكوس تاني لأسفل بالشكل ده يبقى الكوس اللي أنا رسمته الأول قسمته لتلات أجزاء A متساويين أقف بقى عند النقطة B اللي هي رأس الزاوية ووصلها مع نقطة التقاطع الأولى بالشكل ده يبقى أنا كده إيه؟ أدي الجزء الأولين طيب وبعدين نقف عند النقطة B برضو ووصلها عند الكوس التاني نقطة التقاطع مع الكوس التاني يبقى أنا كده أسمت الزاوية إلى تلات أجزاء أو تلات أقسام متساويين نقولها تاني يبقى احنا هنقف بالبرجل في رأس الزاوية اللي هي عند النقطة B وبفتحة مناسبة برسم كوس الكوس دوت يقطع لي دلعاي الزاوية القايمة في النقطة D والنقطة E وبنفس الفتح أقف في النقطة D بالبرجل وأرسم كوس لأعلى يقطع لي الكوس الأول وبعدين نركز في النقطة E بنفس الفتحة برضو وأرسم كوس تاني لأسفل أوصل بقى من النقطة B لنقطة التقاطع اللي أنا حصلت عليها مع الكوس الأولى وبعدين أوصل من النقطة B لنقطة التقاطع اللي حصلت عليها التانية اللي هي الأسفل هلاقي كده أن أنا أسمت الزاوية القايمة لتلات أقسام متساويين عملية بسيطة برضو وسهلة جدا يعني أنا عايزكم تتدربوا وياريت يعني تبقى أنت أو أنت بتتفرج على الحلقة كده يبقى معاك الأدوات بتاعتك وتنفذ الكلام دوت عملي علشان ما يتنسيش طيب نخش على رسم المضلعات المنتظمة أنا عايز أرسم مسدس منتظم بمعلومية طول دلعه يعني لو قال لي ارسم مسدس منتظم طول دلعه مثلا خمسة سنتيمتر فأول حاجة أول خطوة بعملها برسم طول الدلع اللي هو A-B طوله خمسة سنتيمتر على حسب المثال اللي احنا قلناه طيب وبعد كده بركز بالبرجل برضو في النقطة A وبفتحة تساوي طول الدلع وارسم قوس لأعلى طيب وبعدين بنفس الفتحة أقف النقطة B وقطع القوس الأول نقطة التقاطع اللي أنا حصلت عليها دي دي هتبقى مركز خلاص مركز الدايرة اللي هتمر برؤوس المسدس بنفس الفتحة برضو اللي هي طول الدلع اللي هي من A لB هنقف في المركز زي ما قلنا وارسم دايرة خفيفة الدايرة دي تمر بالنقطتين A وB اللي هي بداية ونهاية الدلع طيب الخطوة اللي بعد كده بنفس الفتحة برضو اللي هي من A لB هعمل ايه أروح أقف في النقطة A وبعدين أقسم الدايرة اللي احنا رسمناها بمعلومية طول الدلع يبقى بالبرجل آئيس المسافة دي من A لB وبعدين أقف في النقطة وأرسم كوس ناحية اليمين بالشكل دا وبعدين اركز في النقطة دي اللي هي نقطة اللي حصلت عليها وأعمل كوس تاني لأعلى هوا يقطع ليد دايرة برضو وبعدين أروح أقف في النقطة B وأرسم كوس ها على اليسار يقطع ليد دايرة برضو وابعدين أقف في نقطة التقاطع برضو وأعمل كوس Perfect كمان لأن كده انا قسمت الدايرة لكم جزء لو احنا عدينا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة اجزاء متساويين هروح موصل دلوقتي التقاطع اللي انا حصلت عليها ديت واحصل على المثبس المنتظم او نوصل كده من النقطة سي ودي وإي وإف نوصل من النقطة بي لسي وبعدين من النقطة سي للنقطة دي ووصل من النقطة دي للنقطة ومن النقطة اي الى النقطة اف ومن اف الى النقطة اي كده حصلت علي المثدس المنتظم وزي ما قولنا بمعلومية ايه طول دلعو علشان فيه طريقة تانية هنعملها دلوقتي بمعلومية كطر الدائرة التي تمر برؤوسه عملية بسيطة زي ما احنا شايفين نقولها تاني بسرعة احنا عايزين نرسم مسدس منتظم طول دلعو مثلا خمسة سنتيمتر يبقى انا اعمل ايه اروح راسم الضلع الاول اللي هو ايه بي وبعد كده بالبرجل بنفس الفتحة اللي هي تساوي طول الضلع من ايه لبي اركز في النقطة ايه واعمل كوس لاعلى وبنفس الفتحة برضو اركز في النقطة بي واقطع الكوس ده نقطة التقطع اللي حصلت عليها دي هتبقى مركز الدائرة اللي بتمر برؤوس المثدس وناخد بالنا الدائرة اللي هي اللي باللون الاحمر دي نعملها خفيفة يعني الخطوط الاساسية انا عملها لك هنا باللون الايه الازرق الخطوط دي هي اللي تبقى تقيلة لكن الاقواس بقى والدواير اللي احنا بنرسمها دي دي اسمها خطوط مساعدة اللي هي اللي باللون الاحمر دي فاني بقى نعملها خفيفة طيب بعد كده طبعا بركز زي ما قلت في المركز اللي هي نقطة التقطع اللي في المنتصف دي وافتح البرجل برضو بنفس الفتحة اللي هي تسوي طول الضلع وارسم الدائرة هتمر بالنقطتين ايه وبيه وبعد كده بنفس الفتحة برضو بقى في النقطة ايه وقسم الدائرة خلاص لقى ايه ستة اقسام متساوية بنوصلهم ونحصل على الشكل السداسي المنتظم تعالوا نشوف كده طريقة تانية لرسم الشكل السداسي بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسه يعني معناها ايه هو بيديني قطر الدائرة بيقول لي ارسم الشكل المسدس المنتظم اذا كان قطر الدائرة التي تمر برؤوسه مثلا 10 سنتيمتر يبقى انا على طول بعمل ايه برسم خطة خفيف كده اللي هو بيعتبر قطر الدائرة اللي هو طوله كام المرة دي 10 سنتيمتر طيب وبعدين اجي انصف واركز في النص ما احنا قلنا هو 10 سنتيمتر بقى عنده 5 سنتيمتر وحطه نقطة واركز بالبرجل في نقطة المنتظم ده هيت وبعدين ارسم دائرة تمر ببداية ونهاية ايه الكطر اهو بالشكل ده طيب وبعد كده اروح اقف عند بداية الكطر وبنفس الفتحة برضه اللي هي نص قطر الدائرة واروح رسم كوس كبير يقطعلي الدائرة من اعلى ومن اسفل زي ما احنا شايفين كده وبنفس الفتحة برضه اللي هي نص قطر الدائرة اروح اركز في نهاية القطر اللي عليها صار وبعدين ارسم برضه كوس كبير يقطعلي ها الدائرة من اعلى برضه ايه ومن اسفل زي ما احنا شايفين كده ناخد بالنا كده ان القصين الكبار اللي احنا رسمناهم دول جزقوا لي الدائرة لأقسم متساوية زي ما احنا شايفين كده نقطة التقاطع دي هاروح انا مسميهم قدي النقطة A ودي B اللي بعدها C النقطة اللي فوق D و E و F طيب بعد كده اروح موصلهم ببعض احصل على الشكل السداسي المنتظر هنعمل كده نوصل قدي من النقطة A ل B وبعدين نوصل من B ل C ونوصل من النقطة C للنقطة D ومن النقطة D الى النقطة E ومن A ل F ومن F الى E كده انا حصلت على الشكل السداسي المنتظم ونلاحظ برضو زي ما قلت الخطوط اللي هي اللي باللون الازرق هي اللي تبقى تقيلة ده الشكل الايه السداسي اللي انا برسمه لكن بقى الدايرة والخطوط اللي هي الأقواس تبقى اللي هي اللي باللون الأحمر دي نعملها خطوط خفيفة عشان بنقول ان ده خطوط مساعدة طبعا انا حابب ان انا ارسم معاكو بالأدوات علشان نتعلم اكتر يعني فيه طبعا خصوصا ولادنا لسه في الصف الاول ويمكن ما تعلموش يمسكوا الأدوات كويس وازاي ان هم يمسكوا البرجل ويرسموا عالية فيه تلخبط كتير وهي بترسم يعني ممكن انتوا يبقوا عارفين الخطوات لكن يجي ينفذ ويرسم فيلاقي نفسه بيتلخبط ومش عارف يقس كويس ومش عارف يعمل العملية الهندسية مزبوطة تعالوا كده نعمل بعض التمارين اللي احنا اتكلمنا عنها كده بسرعة خلاص تعالوا نشوف كده اول حاجة لو قلنا اول عملية كانت ايه تنصيف قطعة مستقيم عشان انصف القطعة المستقيمة القطعة المستقيمة احنا قلنا طولها هنعملو وليكن عشرة سنتي طبعا انا هرسم بمقاسات كبيرة علشان تشوفوا معنا هرسم كده قطعة ايه مستقيمة عايز انصف القطعة المستقيمة ديت القطعة المستقيمة دي هنسميها A B عايزين ننصفها باستخدام الفرجار فقلنا هنعمل ايه نجيب البرجل وبعدين اركز في النقطة ايه وبفتحة اكبر من النصف بشوية وارسم كوس لأعلى كده وكوس تاني لأسفل وبعدين بنفس الفتحة اروح اقف عند النقطة B خلاص واقطع الكوس اللي فوق واقطع الكوس اللي تحت كده كده من عندي بقى نقطة التقاطع بتاعت الاقواس اللي انا حصلت عليها اروح اعمل ايه اروح رسم خط ما بيه نقطة التقاطع اللي فوق ونقطة التقاطع اللي اسفل او بالشكل ده كده يبقى انا كده عملت ايه نصفت القطعة المستقيمة الى جزئين متساويين باستخدام الفرجار طيب دي العملية الاول تعالوا نعمل العمليات التانية عايزين نقيم عمود اقامة عمود كده قطعة مستقيمة من نقطة معلومة طيب نرسم القطعة المستقيمة الاول كده هنسميها ايه بي عايز اقيم عمود على القطعة المستقيمة دي من عند النقطة سي يبقى بعمل ايه بالبرجل وبعدين افتح البرجل بفتحة مناسبة الشكل ده وارسم كوس او نص دايرة كده تقطع لي القطعة المستقيمة دي في نقطتين زي ما احنا شايفين وبعدين اقف عند بداية نقطة التقاطع الاولى مع الدايرة بالبرجل وافتح البرجل بفتحة مناسبة فتحة ايه مناسبة اكبر من الدايرة زي ما احنا شايفين وارسم كوس لاعلى كده او فوق النقطة سي وبنفس الفتحة اركز فيه نقطة التقاطع التانية مع الدايرة واقطع القوس الاول ونسمي النقطة دي دي نوصل بقى النقطة دي مع النقطة سي او بالشكل ده كده كده يبقى انا كده اقامت عمود اقامت عمود على القطع المستقيمة من نقطة معلومة اللي هي النقطة سي باستخدام الفرجار وعملية سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين طيب عملنا برضو دلوقتي عملية هندسية بسيطة ازاي ننصف زاوية الى قسمين متساويين يبقى نقول ايه تنصيف زاوية باستخدام الفرجار هنرسم الزاوية الاول اقام بالشكل ده كده كده ونسمي الزاوية ديه ايه بي سي عايز انصف الزاوية ديه الى قسمين متساويين باستخدام الفرجار زي ما قلنا هنعمل ايه البرجل واركز فيه رأس الزاوية اللي هي عند النقطة بي وبفتحة مناسبة وارسم قوس يقطع لي دلعي الزاوية بالشكل ده كده يطع لي دلعي الزاوية في النقطتين ممكن نسميهم اي و اف هاركز في النقطة اي وبفتحة مناسبة وارسم قوس نحية اليمين في النص كده طب وبعدين بنفس الفتحة اللي رسمت بها القوس ده اركز الناحية التانية في النقطة اف وبعدين اقطع الكوس او زي ما احنا شايفين نقطة التقاطع اللي انا حصلت عليها دي هنوصلها بالنقطة بي اللي هي عند رأس الزاوية يبقى انا كده نصفت الزاوية الى ايه الى قسمين متساويين نوصل كده كده انا قسمت الزاوية الى قسمين ايه متساويين بصدر باستخدام الفرجار تعالوا نعمل العملية اللي بعديها واحنا نصفنا او قسمنا زاوية قايمة باستخدام الفرجار الى ثلاث اقسام متساوية هنقول ايه تأسيم زاوية قائم الى ثلاث اقسام متساوي برضو باستخدام الفرجار تعالوا نرسم الزاوية الاول اه بالشكل ده زاوية قايمة وطبعا الزاوية القايمة ممكن اعملها بطرق كتير ممكن اعملها بالمثلث ممكن اعملها بالمنقلة ممكن اعملها بالعملية الهندسية اللي احنا لسه ايه منفزينها لو احنا بصينا كده طبعا كلكم معاكم مثلثات و احنا عارفين طبعا المثلثات اللي معانا فيه مسلث منهم انسم Felix هذا المثلث انسسستيني طبعا الزاوية الرفيعة دي بتبقى الزاوية ٤٠ درجة الزاوية التانية الكبيرة دي ستين درجة يبقى ذي ثلاثين درجة وذي ستين و الزاوية القايمة قدامنا انا استخدام با kav객 المثلث بالزاوية القايمة كده وأرسم الزاوية القايمة بالشكل ده عايزين بقى نقسم الزاوية ديت لتلات أقسام متسويين باستخدام الفرجار أو باستخدام البرجل يعني هنقف في رأس الزاوية أو هنسمي ديت A B والنقطة C هقف في النقطة B اللي هي رأس الزاوية وبفتحة مناسبة بالبرجل بالشكل ده وأرسم كوس يقطع لي دلعاي الزاوية وبعدين أركز في النقطة الأولى وبنفس الفتحة أقطع الكوس اللي أنا رسمته وبنفس الفتحة أطلع فوق في نقطة التقطع الثانية هي وأقطع الكوس الكبير برضو اللي أنا رسمته لأسفل وبعدين أوصل زي ما إحنا شايفين من رأس الزاوية من النقطة B لحد مين نقطتين التقطع اللي إحنا رسمناهم دول اللي حصلنا عليهم بالشكل ده نوصل من النقطة B لنقطة التقطع الأول كده وبعدين من النقطة B لنقطة التقطع التاني يبقى أنا كده أسمت الزاوية بتاعتي الزاوية القايمة ده إلى ثلاث أقسام متساويين زي ما إحنا شايفين عملنا برضو عملية هندسية تانية بسيطة إزاي نرسم شكل سداسي منتظم وفي طريقتين خدناهم الطريقة الأولانية أرسم الشكل السداسي بمعلومية طول ضلع والطريقة التانية بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوس تعالوا نرسم واحدة واحدة كده الطريقة الأولانية هنلقي رسم مسدس منتظم طول دلع 5 سنتيمتر يبقى كده هو قال لي ايه في السؤال طول الدلع 5 سنتيمتر يبقى على طول هبدأ بطول الدلع أرسم الدلع اللي هو 5 سنتيمتر ننزل تحت كده شوية لما نيجي نرسم نعمل حسابنا إن الشكل اللي أنا برسمه أنا ببدأ بالدلع اللي تحت فلما أرسم طبعا الشكل هيطلع لفوق يبقى أنا أحاول ايه أنزل لتحت بقدر الإمكان ما جيش في النص كده وارسم وبعدين ألاقي الرسم طلع هتخرجت بره لإيه اللوحة اللي برسم عليها وما تكفيش هادي طول الدلع هنسمي الدلع دوت A B طوله 5 سنتيمتر طيب وبعدين بالبرجل واخد المسافة ديت من A لحد B اللي هي طول الدلع بالزبط اللي هي كام 5 سنتيمتر زي ما احنا قلنا طيب وبعدين أرسم كوس لأعلى اهو في النص كده فوق الدلع A B وأركز في النقطة B بنفس الفتحة برضو واقطع الكوس النقطة بقى اللي أنا حصلت عليها اللي هي نقطة تقاطع ديت هتبقى مركز الدائرة اللي هتمر بمين برقوس الشكل السوداسي أركز فيها بالبرجل وبنفس الفتحة برضو مش هغيرها اهو نلاحظ ايه بص لمسيت هنا عند النقطة B والنحة التانية عند النقطة ايه هروح راسم الدائرة كده 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 وبعدين بنفس الفتحة برضو ما غيرهاش وقف في النقطة ايه وبعدين اقسم الدائرة لأقسام متساوية اهو ايدي نقطة وبعدين اركز في نقطة التقاطع دي واعمل كوس تاني الاعلى هروح عند النقطة B وارسم كوس نحيط اليسار يقطع للدائرة وبعدين اركز في النقطة دي واعمل كوس كمان لفوق يقطع للدائرة بره كده انا قسمت الدائرة لكم جزء ستة اجزاء متساوية الاجزاء دي بقى هسميهم ادي A و B ها النقطة دي نسميها C وبعدين D و E و F نوصل بقى النقطة دهيت ببعض اللي هي تبقى رؤوس الشكل السداسي احصل على المسدس المنتظم كده يبقى انا وصلت من النقطة B للنقطة C ووصل من C ل D و من النقطة D نوصلها بالنقطة E وبعدين من النقطة E لـ F لـ F الشكل ده وبعدين من النقطة F للنقطة E كده رسمت الشكل السداسي المنتظم بمعلومات A طول دلعه طيب طريقة سهلة وبسيطة تعالوا نشوف العملية التانية نرسم الشكل السداسي برضو بس بمعلومات قطر الدائرة التي تمر برؤوسه 10 سنتيمتر ارسم مسدس منتظم قطر قطر الدائرة التي تمر برؤوسه تساوي 10 سنتيمتر طيب على طول هبدأ برضو بايه بقى هو قال لي كطر الدائرة يبقى على طول أرسم كطر الدائرة اللي هو كان 10 سنتيمتر يبقى يجي في النص بقى المرة دي لان انا هبدأ بالكطر بتاع الدائرة وأرسم كطر الدائرة 10 سنتيمتر بالشكل ده وبعدين انصفه وقف بالبرجل في نقطة الايه المنتصف وأرسم الدائرة طيب اللي احنا قلنا ديت ننصفها كده وبعدين بالبرجل بقى وأركز في نقطة المنتصف دي وهرسم الدائرة بالشكل ده وبرضو الدائرة تبقى خفيفة طبعا ناخد بالنا كل الخطوط اللي انا برسمها باللون الاحمر دي تبقى خطوط ايه؟ خطوط خفيفة علشان بنقول ان ديت خطوط مساعدة لكن الشكل الاساسي اللي احنا بنرسمه هو اللي انتقل على الخطوط والاضلع بتاعته طيب كده انا رسمت الايه؟ رسمت قطر الدائرة وبعدين نصفته وبعدين ركزت فيه نقطة المنتصف اللي هي المركز ورسمت الدائرة كطرها كان 10 سنتيمتر بنفس الفتحة برضو اللي هي نصف قطر الدائرة هركز مرة في بداية القطر اللي نقطة اللي علمين اهو وارسم قوس كبير ناخد بالنا القوس دوت يقطع لي الدائرة من اعلى ومن اسفل زي ما احنا شايفين كده وبنفس الفتحة برضو ما غيرهاش اروح الناحية التانية في نهاية القطر بتاع الدائرة كده وبعدين ارسم قوس كبير برضو يقطع لي الدائرة من اعلى ومن اسفل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده ناخد بالنا ان القوسين اللي احنا رسمناهم القوسين الكبار دول قسموا الدائرة الى 6 اقسام متساويين طيب لو احنا دلوقتي احنا مسميين النقطة ديت هنسمي ديت النقطة A والنقطة دي B C D E F لو وصلناهم ببعد هنحصل على الشكل السوداسي المنتظم نعم نوصل كده وناخد بالنا واحنا بنوصل برضو ان الاضلاع اللي احنا بنرسمها تبقى بتبدأ من نقطة التقطع بالزهر يعني ما تخليش الالم يخرج بره الدائرة ها كده من النقطة A لB ونوصل من النقطة B للنقطة C وبعدين وبعدين نوصل من النقطة C للنقطة D الشكل ده ووصل النقطة D مع النقطة E كده وبعدين وبعدين نوصل النقطة E مع النقطة F وبعدين نوصل النقطة F مع النقطة E وبكده يبقى حصلنا على الشكل السوداسي المنتظم ورسمناه بمعلومية كتر الدائرة التي تمر برؤوسه طيب تعالوا ناخد عملية تانية وتكون أصعب شوية خطواتها أكتر لو احنا بقى عايزين نرسم الشكل المخمس المنتظم طبعا مخمس يعني ليه خمس أضلاع المخمس ممكن يترسم بكذا طريقة أول طريقة منهم بنسميها الطريقة الخاصة يعني الطريقة دي تأرسم بها المخمس بس ويمكن الطريقة دي مهمة يعني وخطواتها كتير وبتتكرر دايما في الامتحانات يقول لك ارسم مخمس منتظم بالطريقة الخاصة إذا كان طول ضلعه مثلا خمسين ملي متر أو خمسة سنتيمتر يبقى هو اداني طول الضلع بس ونبدأ ان احنا نرسمه تعالوا نشوف كده الخطوات نعرضها مع بعض على الشاشة وبعدين ننفذها مع بعض بالأدوات علشان برضو ولادنا يتعلموا وهم في البيت ويريد برضو زي ما قلت يبقى معاك ادواتك وانت قاعد تتفرج على الحلقة وارسم معانا ولو في اي ملحوظة او جزء انت مش عارف تنفذه او عايز تسأل او تستفسر عن اي حاجة ممكن تبعت لنا في التعليقات على القناة تاعتنا على اليوتيوب او على الفيسبوك اللي هي قناة مصري للتعليم الفني وان شاء الله هنجاوبك على كل اسئلتك والاستفساراتك نبص كده مع بعض على الشاشة رسم مخمس منتظم بمعلومية طول ضلعه بالطريقة الخاصة طيب طبعا هو بيقول لي طول ضلعه مثلا خمسة سنتيمتر يبقى انا اروح رسم طول الضلع الاول اللي هو A B طيب وبعد كده بنصف الكتعة المستقيمة او الضلع اللي هو A B بالعملية بقى اللي احنا خدناها في البداية خالص اللي هي تنصيف كتعة مستقيمة هركز في النقطة A بالبرجل وبفتحة مناسبة وارسم كوس لاعلى وكوس لاسفل طيب بالشكل ده وبنفس الفتحة اركز في النقطة B وبعدين اقطع الكوس الاول من اعلى والكوس التاني من اسفل وبعدين اوصلهم ببعض طبعا بالمسطرة كده ونروح رسمين ايه 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 يتقاطعوا كده في النقطة O طيب الخطوة اللي بعدها بركز في النقطة ايه واقيم عمود اقيم ايه عمود خط قائم يعني وبرضو ممكن الخط القائم دوت نعمله بالمسلس او ممكن نرسمه برضو بالعملية الهندسية اللي احنا خدناه في البداية ان انا كنت ارسم نص دايرة هنا نعمل عنده النقطة ايه وبعد ايه اقف عند بدايتها واعمل قوس الاعلى بفتحة مناسبة ومن عنده نهايتها نعمل قوس تاني يتقطعوا مع بعض اوصلهم ببعض يبقى كده ايه حصلتها على الخط الايه القائم وطبعا العملية دي احنا لسه ايه منفزينها مع بعض طيب بعد كده بركز في النقطة ايه بالبرجل وبفتحة تساوي طول الضلع اللي هو من ايه لبيه وارسم قوس ايوا يقطع لي الخط القائم او العمود اللي احنا رسمناه بالشكل دا في النقطة سي طيب الخطوة اللي بعدها اوصل من النقطة سي الى النقطة او اللي هي نقطة الايه المنتصف تاني يبقى انا رسمته طول الضلع الاول اللي هو ايه بي اللي هو كام خمسة سنتيمتر وبعدين نصفته بالبرجل وقفت في النقطة ايه وبفتحة مناسبة اكبر من النص يعني مثلا نفتح البرجل على ثلاثة ونص سنتي اربعة سنتي وبعدين اقف في النقطة ايه وارسم كوس لاعلى وكوس لاسفل وبنفس الفتحة اقف في النقطة بيه واقطع الكوسين من اعلى ومن اسفل ووصلهم ببعض هيتقطع طبعا مع الضلع اللي هو ايه بيه في النقطة او الخطوة اللي بعديها بقيم عمود من النقطة ايه زي ما قلنا وبعدين اركز في النقطة ايه بالبرجل وافتح البرجل فتحة تساوي طول الضلع اللي هو من ايه الى بيه وبعدين اروح راسم كوس الكوس دوت يقطع علي العمود اللي هو الخط القائم ده في النقطة سي الخطوة اللي بعدها بنوصل النقطة سي مع النقطة او اللي هي نقطة المنتصر وبعد كده بالبرجل هركز في النقطة او بالبرجل وهرسم كوس من النقطة سي وانزل بيه كده لحد تحت عشان يقطع لي مين امتداد ايه بيه اهو بالشكل ده يبقى انا وقفت بالبرجل في النقطة او وافتحت البرجل لحد النقطة سي وبعدين رحت نازل كده بالبرجل بكوس كبير قطع لي امتداد الضلع ايه بيه وناخد بالنا كده يعني الامتداد بتاعه ونرسم خطة خفيف بس كده عشان يبقى الضلع بتاعي ها شايفين بدايته وانهايته هو اللي يبقى تقيل لكن كل الخطوط اللي احنا رسمناها اللي بلون الاحمر دي كلها خطوط مساعدة تبقى خفيفة نسمي النقطة ديت اللي هي نقطة قطعة دي النقطة دي الخطوة اللي بعدها بالبرجل واخد المسافة من النقطة بي الى النقطة دي يعني افتح البرجل كده اقف في بي وافتح البرجل لحد النقطة دي وبعدين اركز مرة في النقطة ايه وارسم كوس لأعلى اهو بالشكل ده كده ناخد بالنا الكوس فين؟ فوق المنتصف يعني فوق النقطة او وبنفس الفتحة اللي هي من بي الى دي نركز في النقطة بي واقطع الكوس الاول بالشكل ده النقطة ديت اللي انا حصلت عليها اللي فوق دي هتبقى هي رأس المخمس الخطوة اللي بعدها بركز في النقطة ايه وبفتحة تساوي طول الضلع بقى المرة دي اللي هي كام من ايه لبي اللي هي خمسة سنتي زي ما احنا قلنا في المسال واركز في النقطة ايه وارسم كوس ناحية اليمين او بالشكل ده وبعدين اركز في النقطة بي وارسم كوس طيب احنا عملنا ايه وقفنا في النقطة ايه ورسمنا كوس ناحية ايه اليمين وبنفس الفتحة اقف في الرأس المخمس وارسم كوس يقطع لي الكوس الاول بالشكل ده في النقطة ايه واروح برضو عند النقطة بيه اركز فيها بالبرجن بنفس الفتحة برضو اللي هي طول الضلع وارسم كوس ناحية اليسار وبنفس الفتحة اركز في النقطة ايه واقطع الكوس دوت في النقطة جيه نوصل بقى النقطة اللي احنا حصلنا عليها او بالشكل ده كده احصل على الشكل المخمس المنتظم طبعا يعني هي ممكن الخطوات بتاعتها كتير شوية وانا عايز ولادنا يعني ايه يتعلموا يرسموها معنا تعالوا نعملها مع بعض بسرعة كده بالادوات علشان برضو نتعلمها مع بعض ارسم مخمس منتظم طول ضلعه خمسة سنتيمتر بالطريقة الخاصة طيب احنا قلنا طبعا اول حاجة هنعملها بنرسم بنرسم طول الضلع اه الشكل ده كده وبعدين بننصفه بفتحة اكبر من النص بشوية وارسم كوس لاعلى وكوس لاسفل وبعدين نقف النقطة بيه اللي هي نهاية الضلع واقطع الكوسين الاولانيين وبعدين نوصلهم ببعض يبقى احنا كده نصفنا الضلع اي بي نكتب هنا كده الرموز بتاعتنا ادي اي و ادي بي ونقطة المنتصف هنا هنسميها او طب الخطوة اللي بعدها انا بقيم عمود خلاص بقيم ايه عمود على النقطة ايه او ممكن نعملها بالمثلس بسرعة كده نعملها باللون الاحمر عشان زي ما قلنا نخلي الخطوط الخفيفة او الخطوط المساعدة كلها تبقى ايه تبقى خفيفة كده وبعدين بالبرجل ناخد المسافة من ايه لبيه اللي هي طول الضلع وارسم كوس يقطعها ليه العمود اللي انا رسمته في النقطة سي طبعا الخط كان قسير شوية نطوله لحد ما يتقطع مع الكوس او بالشكل ده ونسمي ديت كده النقطة سي طيب الخطوة اللي بعدها اروح موصل النقطة سي مع النقطة او بالشكل ده وبعدين بالبرجل او نركز في النقطة او اللي هي نقطة المنتصف وافتح البرجل لحد النقطة سي فوق كده وارسم كوس كبير او علشان يتقطع مع امتداد الضلع اي بي هنطول كده الضلع علشان يتقطع مع الكوس اللي احنا رسمناه او بالشكل ده او بالشكل ده تقطع معاه في النقطة دي اخد المسافة بقى من بي لحد النقطة دي بالبرجل اهو هنقصها كده او من اول بي لحد النقطة دي وبعدين نقف في النقطة ايه اللي هي بداية الضلع وارسم كوس لاعلى اعلى نقطة المنتصف وبعدين اركز في النقطة بي واقطع الكوس النقطة دي طبعا هتبقى هي رأس الايه رأس المخمس طيب نسميها النقطة ايه بعد كده بفتحة تساوي طول الضلع بالبرجل اهو بالشكل ده كده طول الضلع وبعدين اركز في النقطة ايه وارسم كوس ناحية اليمين وبنفس الفتحة اركز في رأس المخمس اللي فوق اللي هي النقطة ايه كده واقطع الكوس اللي انا رسمته واقطع الكوس اللي انا رسمه بالشكل ده وده كده هنسميها النقطة اف فاضل بقى نعمل الرأس المخمس اللي هي النقطة اللي على اليسار برضه بطول الضلع واركز في رأس المخمس فوق ها ونقطعها ونسمي النقطة ديه جي نوصل بقى النقط اللي احنا حصلنا عليها وبكده يبقى رسمنا الايه المخمس المنتظم بالطريقة الخاصة نوصل من النقطة من النقطة بي للنقطة جي وبعدين اوصل من النقطة جي لحد النقطة ايه اللي هي رأس المخمس بالشكل ده وبعدين نوصل من النقطة ايه للنقطة ايه كده وبعدين نوصل من النقطة ايه يمكن الخطوات بتاعة العملية الهندسية ديت كتيرة شوية بس يعني انا حبيت ان احنا نرسمها خطوة خطوة كده قدام ولادنا علشان يعرفوا يمشوا معانا خطوة خطوة ويتعلموها كويس يمكن لسه طبعا في عمليات هندسية كتير وان شاء الله هنكملها مع بعض في الحلقات اللي جاية وقتنا خلص النهاردة كده يارب تكونوا استفدتوا معانا واشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته